أشهد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة بفعاليات جلسات الحوار الوطني ومخرجاته المتنوعة وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أضف هيبة أنه من المهم تبادل وجهة نظر ما بين الدولة والمواطنين والمختصين في سبيل تحقيق المستهدفات طبعا حراك الحوار مهم جدا لأنه بيكون في اتجاهين اتجاه أنه الرأي العام والمجتمع بيبتدي يتعرض إلى الخطوات التي الحكومة بتاخدها والاستراتيجيات التي الحكومة حطها وبيتم منقشتها وفي نفس الوقت إحنا كمسؤولين في قطعات مختلفة بنقدر نعرف الرأي العام والمجتمع بشكل عام بيفكر في إيه وإيه الحلول اللي هو من وجه نظره ممكن إن إحنا نتبعها فحوار مفيد جدا ويمكن دي بالنسبة لي المرة الثانية يمكن يعني بتدي للواحد هدف أو نتيجتين النتيجة الأولى لو إحنا ماشيين في الطريق الصحيح فالناس بتقول لنا أوكي فده تأكيد للي إحنا ماشيين فيه ولو إحنا فيه حاجة بيحتاجين نعدلها فهم بيعرضوا علينا التعديل وبالتالي نبتدي إن إحنا نصحح الاتجاه ونكمل يعني فهو مفيد جدا جدا بالنسبة لنا